اشتركوا في القناة ويقفوا على حافة صراع إقليمي أوسع نطاقا وأكثر تدميرا والذي قد نكون عاجزين عن إيقافه ما لم نبدأ في اتخاذ إجراءات ملموسة معا كمجتمع دولي وقال إنه في ظل هذه التحديات الصعبة جاءت اجتماع القادة العرب في مملكة البحرين في مايو 2024 في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين قمة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم وارسلوا رسالة سلام موحدة بضرورة ضمان حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين وللشعب العربي وضرورة إنشاء مسار واضح لا رجعتها فيه نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات السيادة وقابلة للحياة وفق حل الدولتين وقال إن القادة العرب تبنوا في القمة عدة مبادرات بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بهدف إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وأضاف أن شركائنا في أوروبا والغرب أظهروا دائما التزاما قويا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ونحن بحاجة إلى قيادة ذات مصداقية وشفافية